دعوة كريمة من عائلة مستغانمية عريقة احتفالا بقدوم قطار الشوق السريع إلى هذه المدينة ولو في الخير مرحبا 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 هذه القوار نعم نعم مع جنو سميد نحن نعطينا ونعطينا المرحبات المرحبات نحن نبخر ثم نحن 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 مرحبا هذه الشدة في الأصل هي شدة غربية لأنها تكون في وهران في المثال واحنا كذلك دائما ونلبسوها للعروسة كي تكون خراجة خرجة بأنها خرجتها الأولى بعد زفافها بعد زواجها الخرجة الأولى انتحها تخرج العرس في الآخر تلبس هذا ضروري تلبس الملح فاردة تلبسه بالشاشية والمقافل والعصاصف إلى أخيره وتخرج خراجات وهذا الطبق بدأت قديم شوية عداد يعني ما شيتها عشر سنين ولا تقرون تعجدون تعجدون نهار الأيد في مجدوه نهار الأيد خاصة ما زال عنده سبغة كبيرة ونفتخروا به منذ أجيال قديمة يعني منذ السلف القديم أجددنا في مستعالم محافظين ما زالوا محافظين على هذا الرداء ما نسموه باللغة الدرجات المستعالمية الملحفة موسيقى 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 كان الردار عبارة عن 8 أمتار غيب الحاشية نحن خيقتناه يتلبس بسهولة موش تقيل يعني كان تقيل؟ لا كان تقيل كان تطورناه تطورناه في الخدمات عادرناه بالفطلة باش البنات اليوم يقدوا يلبسوا هذا الردار موسيقى كانت واحدة تقاليد هنا في مدينة مسترامن بعد صلاة العصر يتلاقوا وفيه غناء جماعي فيه مدح النبي يتغنون بألحان ويقال أنا من أحفاد من أحفاد الشيخ سيدة قدو بن سليمان كانت الجدتي تقولي أمام الشيخ كان بكري كان من يدي حضرة خارج المسجد كان مسلاة يقعدوا فيها يجمعوا كان يؤدى بسم الله موسيقى موسيقى كنت تقولي بكري ومرافت لأحفاد المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة